بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بحضراتكم على قناة STC مع كورس التحليل الفني لزوج العملات يورو دولار ومع الحلقة الثامنة تحت عنوان التحليل الفني ليوم الخميس الموافق 9.9.2021 هذا اليوم وكما هو واضح على الشرط عندي 6 شموع مرقمة من 1 إلى 6 كل شمعة تمثل 4 ساعات كان منها 4 شموع بيعية لمدة 16 ساعة و2 شمعة شرائية لمدة 8 ساعات أي أن الغلبة كانت في هذا اليوم للبائعين وده أمر طبيعي لعدة أسباب منها أن هذه الشموع جاءت في اتجاه هابط دون تريند الشمعة رقم واحد جاءت في نهاية اتجاه هابط وده معناه من سيكولوجية الشموع اليابانية أن الاتجاه سوف ينعكس من هابط إلى صاعد وبالفعل بعد هذه الشمعة مباشرة انعكس الاتجاه إلى أعلى بتدخل المشتريين بالشراء نتك عن ذلك شمعة شرائية ممتلئة قوية جدا ذات حجم كبير وهي الشمعة رقم 2 لذلك أنصحك عندما تأتي شمعة انفرد هامر ادخل من بعدها مباشرة صفقة شراء وانت مطمت بس الشمعة رقم 2 وهي صاعدة قابلت منطقة مقاومة قوية اللي باللون الزرق لم تستطع أن تخترقها ولم يستطع المشتريين كسر هذه المنطقة أو اخترقها بسبب قوة المقاومة مما أدى إلى نعكاس الاتجاه وتدخل البائعين بالبيع من خلال الشمعة رقم 3 بس بصراحة أنا ما كنتش عارف بعد الشمعة رقم 2 إيه نوع الشمعة اللي هتيجي بعد كده هل هي بيعية أم سوف يستمر الاتجاه في الصعود عشان كده أنا مش هتداول بعد الشمعة رقم 2 لحد ما أعرف الاتجاه رايح لفين معرفة دقيقة ومحددة وواضحة لا تقبل الشك نهائي هشوف الشمعة رقم 3 هل إيها نزلت لأسفل طيب هل سيواصل السعر الهبوط أعتقد أنه سوف يصعد لأعلى لأن الشمعة رقم 3 لها ذيل طويل من أسفل يمثل مقاومة وكمان هذا الذيل لامس منطقة مقاومة أي نعتبره أنه جاء في منطقة مقاومة هذا أدى إلى عكس الاتجاه إلى أعلى أو هذا يؤدي إلى عكس الاتجاه إلى أعلى ويؤدي إلى تدخل المشترين بالشراء وكان هذا واضحا من خلال الشمعة رقم 4 عشان كده بعد انتهاء الشمعة رقم 3 كان ممكن أدخل صفقة شراء من الشمعة رقم 4 وأنا متطمن في قصة الكلام وزي ما حصل مع الشمعة رقم 2 حصل مع الشمعة رقم 4 لاقت مقاومة قوية عشان كده زي ما انعكس السعر بالشمعة رقم 3 لأسفل هكون متوقع أن السعر سوف يهبط لأسفل بعد الشمعة رقم 4 عشان كده أجهز نفسي وأدخل صفقة بيع بعد انتهاء الشمعة رقم 4 مباشرة أي أن الشمعة رقم 5 بالنسبة لي هتكون منطق الدخول أدخل من خلالها صفقة بيع واكتفي بهذا القدر من الصفقات على هذا الفريم ولا أدخل في الشمعة التي تل الشمعة رقم 5 رغم أنها جاءت عند منطق الدعم بالنسبة للاتجاه الهابط فعلا لو بسيط هتلاقي الشمعة رقم 6 جاءت بيعية بس لازم ألاحظ أن الشموع من 1 إلى 6 تمثل منطقة عرضية أي سوق عرضي والسوق العرضي غير السوق الصاعد أو النازل سوق عرضي من خلال مينر تريند هذا السوق العرضي يكون التداول فيه صعب جدا ويحتاج إلى متداول صاحب خبرة ويمتلك من أدوات التحليل الفني ما يجعله قادر على التداول في مثل هذا السوق العرضي لذلك أنصح المتداولين وخاصة المبتدئين منهم نصيحتي لهم لا تتداول في الأسواق العرضية أي نعم الاتجاه العام هابط إلا أن المينر تريند هنا عرضي عشان كده نصحت لك استنى لما يكون المينر تريند واضح وصريح ولا يحتمل أي لفث أو غموض صاعد أو هابط حتى تتمكن من اقتناس الفرصة المناسبة في الوقت المناسب كان معكم مستر محمد السيد السلاموني